هنروح لحدث تاني مهم وهو السكواش السكواش زي ما حضركم عارفين من الألعاب اللي احنا فيها يعني دايما بقول احنا برازيلي العالم في السكواش دايما بيخرجوا عظماء مسلوا مصر ومسلوا يعني نفسهم في كبرى المحافل ودايما مصر ولادة بيلعبين السكواش اتحاد السكواش الحقيقة أكبر بطولة بنظمة أثناء الموسم هي البطولة المنطقة بطولة منطقة القاهرة أكبر بطولتين القاهرة والإسكندريا ولكن بالطبع عشان القاهرة هي العاصمة وبتضم أكبر عدد من اللاعبين واللعبات فهي أكبر بطولة بنظمها الاتحاد أو بتنظمها منطقة القاهرة بالنيابة عن الاتحاد المصري بيشارك فيها البطولة دي عدد كبير جدا من اللاعبين وهم 1420 لعب ولعبة بمثلوا 31 نادي وهيئة رياضية في مراحل عمرية مختلف عدد ضخم كبير جدا ونادي الزهور بصديف هذه البطولة وأيضا في بعض الملاعب اللي تم طبعا إضافتها للبطولة في استاد القاهرة والأندياء المشاركة فيها والأندياء طبعا المشاركة فيها أنا أقول لكم على سبيل الذكر وليس الحصر طبعا المعادي والأهلي والجزيرة والصيد وهليوبلس والشمس وديدجل الرواد قناة السويس سموحة سبورتين تنطا بلدية المحلة مجمع 3 المنصورة 6 أكتوبر قارون المينيا الاتحاد زأزيق بلاك بول نيو جيزة سمعين الأندياء دي جمهورية شبين البرولوسي كيلينج شوت بورسعيد لشباب الجزيرة تي ايم سبورت مجلس القومي جيميرا بالإضافة إلى الظهور كل الفرع دي مشاركة في بطولة القاهرة وزا ما قلت لحضراتكم بيستضفها نادي الظهور وكمان في ملاعب في الاستاد تستضيف بعض المباريات